بيّن استطلاع للرأي نشرته وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو سيكون عاجزاً عن تشكيل اتلاف حكومي بالرغم من تجاوز حزب عتسمي هوديت لنسبة الحسمة ولن يتجاوز معسكر نتنياهو 58 مقعداً بدون إسرائيل بيتينو وبحسب استطلاع الرأي فإن حزب كحولفان سيحوز على أكبر عدد من المقاعد يليه الليكود ومن ثم القائمة المشتركة كقوة ثالثة حيث سيحصل كحولفان على ثنين وثلاثين مقعداً فيما سيحصل الليكود على واحد وثلاثين أما القائمة المشتركة فستحصل على عشرة مقاعد وسيحصل كل من يمين وإسرائيل بيتينو على تسعة مقاعد وكل من شاس ويهدوت هاتورا على سبعة مقاعد بينما سيحصل المعسكر الديمقراطي على ستة مقاعد وخمسة مقاعد للعمل جيشر وأربعة لعثمي هوديت